نعم شهدين كرام حديث أكثر عن محور حلقتنا لهذا اليوم نضمنا بالاستوديو الدكتور عبدالستار حمادي أفصائي بطنية وطب أسرة صباح الخير والعافية عليك يا دكتور وأهلا ومرحبا بك صباح الخير يا عراق صباح الخير على الجميع دكتور بداية خليني أسألك شنو هي أصلا الحسبة وشنو أعراضها وشوكة تصيب الإنسان نعم بسم الله الرحمن الرحيم وأعد دعي لجميع بالصحة والسلامة وقولون الحسبة طبعا من الأمراض القديمة المعروفة نعم وفي الثلاثة وستين سوت مشاكل حقيقية وباء أدى إلى وفاة ثلاث ملايين طفل بذلك الوقت يعني التهاب الفيروسي ينتقل عن طريق الهواء عن طريق الهواء ينتقل عن طريق الرذاذ أثناء السعال والعطاس أيضا عن طريق الهواء ويبقى خارج الجسم لمدة تقريبا حوالي ساعتين حتى على الأسطح اللي موجودة القريبة العدوة مالتها كلش قوية وتؤدي المشكلة الأساسية اللي بيها أنه تؤدي إلى الإصابة إلى إصابة أعضاء جسم تقريبا كافة كافة أعضاء الجسم يعني هي تستهدف كل أعضاء من ضمنها الدماغ من ضمنها الرئتين من ضمنها الجهاز الهضمي من ضمنها العين ولذلك تعقيداتها تؤدي إلى الوفاة الحل الوحيد لها طبعا ما لقينه حل غير اللقاح واللقاح اكتشف عام 1963 بعض الوباء الكبير اللي أدى إلى وفيات كبيرة جدا يعني واستمر اللقاح هو الأساس بالوقاية من هذا المرض اللقاح ينوخذ بالشهر التاسع لأنه بالستة شهر الأولى الطفل خاصة يعني يأخذ المناعة من أمه أثناء الولادة وأثناء رضاعة أيضا إذا كانت رضاعة طبيعية بس هو ما أخذها أصلا من أمه أثناء فترة الحمل إذا كانت مصابة أو كانت ملقحة سابقا يعني الجرعة الواحدة لا تكفي للوقاية من مرض الحسب ولذلك لازم نأخذ جرعتين في ميلاد الأول للطفل عيد ميلاد الأول للطفل يعني السنة الأولى هذا توسيط منظمة الصحة العالمية اللي صار حقيقة العراق طبعا موجود هذا اللقاح ضمن الجدول الراتيني للوقاحات ينوخذ بالشهر التاسع وكان ينوخذ بالسنة وccoli ثلاثة شهر الجرعة الثانية مع الحسبة المختلطة واللي هي تضمن الحسبة والحسبة الألمانية والنكاف بعدين سوها بالسنة الأولى إذن يأخذ جرعتين جرعة الأولى بالشهر التاسع وجرعة الثانية ينوخذ بالسنة الأولى وهذا تكفي أنه توقي للطفل بنسبة 97% أنه توقي من المرض اللي صار حقيقة بعد كورونا ارتبكت الأمور شوية وخاصة في أوروبا فعاد المرض بشكل قوي إلى أوروبا وسبب لهم مشاكل حقيقية ووفيات بالأطفال بلغت في السنة الواحدة 148 ألف وفاة الطفل في دول الشرق الأوسط ومن ضمنها العراق حقيقة أيضاً أكو إرباق قوي كل شيء باللقاحات لأنه ما عدنا غير اللقاحات لذلك أكو خطة لتفعيل وتلقيح المتسربين من اللقاح لأنه أي واحد ما متلقح وما تعرض للفيروس ممكن أنه يصاب بمرة ثانية مهما كان عمرا مع ارتفاع شديد بالتعقيداته وبالشدة مالته وبالوفيات بالأطفال دون الخامسة وفوق الثلاثين سنة والحوامل واللي يمكن أن يكون أمراض مزمنة طيب دكتور يعني الله يبعد المشاهدين عن هذا الفيروس وإن شاء الله يكون الشعب العراق كلهم صحة وسلامة والمجتمع العربي بصحة وسلامة اليوم شون أنا أعرف أنه أنا مصابة بهذا الفيروس شون الأعراض كم يوم يبقى شوكت أنا لازم أتوجه إلى زيارة الدكتور نعم طبعا الحسبة طبعا يعني سابقا كان موجود وكان الطفل لما يجي يقولوا لا تفرحين بي بعد وراه حسبة وجدري حسبة جدري انتهى سوى استئصال بقى الحسبة طبعا في البداية العراض تظهر للطفل طبعا إذا كان ما ملقح فهو عرضه أو إذا كان عده ما نوريش يعني عده نقص بالتغذية أيضا عرضه للإصابة أو كان عده أمراض مزمنة تبدأ بحرارة حمى وبيعطاس وبسيلان الأنف وحمرار العين والأكريميشن دموع العين أيضا تستمر أربعة أيام مع تقيو ونحول واضطراب التغذية هذا نحشى على الأطفال لأنهم حقيقة المعارضين لهذا الموضوع أكثر من غيرهم إلى ما يوصل حد الأربعة أيام تظهر بعدين الطفح الجلدي قبل ما يطلع الطفح الجلدي أكو إضافة إلى هذه العراض التي قلناها أكو مرات يصير طفح داخل الفم بشكل الملح الخشن الإراشي يستمر أربعة وعشرين ساعة بعدين يختفي لما يختفي تطلع الأعراض المعروفة عن الحصبة اللي هي باثاق نومونيك هنو نقول عليه يعني اللي مؤشر أساسي أنه طفح الجلدي ما للحصبة اللي يبدي بالوجه وبيعلى الرقبة وبعدين ينزل إلى الصدر وإلى ما يوصل إلى الأطراف هذا يبدي في اليوم الرابع إلى اليوم السابع حسب مناعة الجسم ويستمر أيضا في أربعة أيام إلى خمسة أيام إلى سبعة أيام وبعدين يبدي يختفي خلال هذه الفترة حقيقة إحنا الحصبة مثل ما نعرف ما لها علاج العلاج مالاته أنه فقط توصية منظمة الصحة العالمية نط فيتامين دي أول ما نكتشفها جرعة وبعد 24 ساعة نط جرعة ثانية وها شافت أنه توقي الطفل من الإصابة الشديدة توقي الطفل من العمى وتقلل نسبة الوفيات السبب بسيط أنه طبعا الحصبة أيضا تضرب الجهاز المناعي نعم يعني إضافة إلى أنه كل الأمراض اللي سوها إذا كانت التهاب الدماغ أو التهاب ذات الرئة أو إسهال شديد أو العمى تضرب العين وتقرحات الفم أيضا أيضا تضرب الجهاز المناعي ولذلك يكون الطفل عرضه إلى جميع الأمراض فيتامين أي أيضا تقلل له ولذلك إحنا لازم نط فيتامين أي حتى إذا كان الطفل تغذيته جيدة يعني علاجها عبارة عن فيتامينا فيتامين أي طيب دكتور دائما نسمع عن فش اسم الحصبة الألمانية شنو فرقها عن الحصبة العادية؟ الحصبة الألمانية تفرق فرق شاسع طبعا حقيقة هو غير فيروس وغير المشكلة معلتها أيضا هي تبدي بس تبدي متأخر حقيقة ولذلك نطيها إحنا به الحصبة المختلطة إحنا نسميها والمشكلة معلتها للبنات أكثر من الولد حقيقة ولذلك يجب التركيز عليهم يعني هي أهمنا النوع من الحصبة لكن ألمانية لكن ألمانية تكون خفيفة كلش فيروس بس غير نوعية من الفيروس طفح مالتها بسيط نسبة له فيات مالتها قليلة لكنه تسوي تعقيدات اللي هو العقم هو ممكن تسوي الطرح أو فقدان الجنين عند فترة الحمل عند النساء ولذلك نركز عليها لأنه نطيها بالمختلطة بالسنة والثلاثة الشرعة وهذا نطيها بالسنة الأولى وبعدها نطيها جرعة قبل الدراسة قبل الدخول بالمدرسة من الأربعة إلى سنوات وبعدها نطي البنوتات نطيها بالسنة بالصف الأول المتوسط أيضا همواتين يطيهم جرعة تنشيطية لا يوجد توجه لزيادة عدد الملقحين بعد الإرباك اللي صار بتدني نسبة الملقحين باللقاح الحصبة دي صار أكو تدني برأيك المفروض أنه من زمان نحن يعني وعين أنه أكو دفتر اللقاحات والأمية تروح دائما للمراكز الصحية بأوقات معينة أو حتى الفرق الطبية تدق الباب على العالم وتلقح عندكم أطفال هي تعمر هي تعمر أكو هذا اللقاح ليش صار هسا أكو تدني بالتلقيح بالأطفال يعني الأطفال مدى يتلقحون وبالتالي إذا ترجع تظهر أنه أمراض مفروض نحن عبرناها من أجيال صحيح طبعا بخصوص العراق طبعا تعرفون أحداث العراق اللي صارت والهجرة والسقوط مناطق سلث العراق بأياد الإرهاب النزوح الوضع الأمني أدى إلى إرباك كبير حقيقة إضافة إلى القشة التي قسم الظهر البعير اللي هو كورونا كورونا أدى إلى إرباك شديد جدا والكلام اللي لحد الآن اللغط على لقاح كورونا طبعا تعرفين يسمونه الوباء الإلكتروني الوباء الإلكتروني هذه جهات معينة شركات أغلبية شركات أدوية وشركات لقاحات تبسوا مهمة بتشويه الصورة الحقيقية للأمراض بحيث تخلي العالم تبتعد عن اللقاحات من أجل تسويق البضاعة مالتها من الكفوف ومن الأمور اللي هي تستفاد من عندها ولذلك تشوفين أكو توجه من منظمة الصحة العالمية للحد من هذه الظاهرة خاصة في دول الشرق الأوسط اللي هو طبعا شعبها دائما يمتص مثل الإسفنجة يمتص كل شيء من مواقع التواصل الاجتماعي هذا أدى إلى إيرباك كبير أدى إلى تسريب عداد كبيرة من اللقاحات أنا أقول شيء مهم جدا أي واحد لم يلقح من الحصب وجرعتين ممكن أنه يستربيه بأي عمر كان نعم ولذلك يجب أنه نلقح الحملات اللي يجب أنه تكون هناك حملات على مستوى مثلا المدارس الروضاء المدارس وعلى مستوى المناطق خاصة المناطق اللي شهدت اضطرابات طبعا الحصب دائما الخطورة مالتها بتعقيداتها وسبب الوفيات مالتها بتعقيداتها اللي يقلنا عليها اللي يلتهاب الدماغ والتهاب الذات الرئة والإسهال الشديد إضافة إلى العمى وممكن أنها أيضا تضرب الجهاز المناعي وتأدي إلى إصابات أخرى نعم لجهاز أخرى إلا علاقة بشكل مباشر بالإنفراستركتشر يعني بالبنى التحتية بالاستقرار نعم كلما يكون المجتمع مستقر والدولة مستقر ويشوفين الأمور تختلف أيضا لما بالسفر لما واحد يسافر من مكان إلى مكان أيضا دولة دائما الدول المتطورة أنه لما واحد يجي إلى دول الشرق الأوسط يلقحون جرعتين من الحصب لأن هذه اللقاح هو الأساس أنا أعتقد أنه على جميع العوائل أنه يلقحون أولادهم نعم ويلتزمون بهذا الجدول اللقاح يعني كل شيء مهم دكتور يعني نحن كنا بذاكرتنا أيام اللقاح بالمدارس خصوصا بفترة الابتدائية والأهلام التي كنا نعيشها خلي نجي إلى شون تنتقل هذا الفيروس؟ شون ينتقل؟ عن طريق إيش؟ ما هي المسببات لهذا الفيروس؟ عشت تشوف راح شيء بذقة نعم هو أيربورن هو عن طريق الهواء وعن طريق التلامس إذا مكان لمدة ساعتين على السطوح لكنه أيربورن الأيربورن هنا أنا أكو طريقتين نعم أكو طريقة العطاس والسعال هاي طلع لك دروبلت يعني طلع لك قطرات رذال نعم هاي شوي به مجال أنه راح تحددت المساحة مثلا المسافة ما بين الشخص حتى تعديه مثلا مترة مثلا مثل ما قلنا على كورونا نعم ابتعد متر كذا بالحسبة لا بالحسبة حتى الهواء يعدي بالهواء هم تعدي يعني مون بس دروبلت يعني الهواء العادي إذا مكان ولذلك يبقى الفيروس في مكان الطفل إذا كان مصاب لمدة ساعتين فإذن عن طريق الهواء عن طريق الهواء التنفس وعن طريق السعال والعطاس والإفرازات وعن طريق التلامس مع الأسطح يكون معدي العدوى مالتا طبعا للأسف تبدي قبل أربعة أيام من ظهور الطفح لأنه بالبداية صعب التشخيص مالتا كأنه باقي مثل باقي النشلات وباقي الفلاونزا يعني شون نقول عليه فلاونزا المطلحة اللي طلقوا للأمهات هو خلال هالأربعة أيام وهي اللي ويا عطاس ويا ريني نوز إحنا نقول عليه وذرات يعني على اللسان هذا معدي ويبقى أربعة أيام بعد ظهور الطفح هذا معدي يعدي بشكل كبير جدا وبعدين العدوى مالتا تختلف إذن العدوى مالتا قوية وذلك يسمونها يعني ممكن الطفل الواحد ممكن يعدي من تسعة إلى عشرة عشرة أشخاص يعني من مجموعة يعني من عشرة تسعة من عشرة تسعة ممكن يعديهم وهذه عدوى كل شي قوية ممكن تنتقل طبعا الملقحين حقيقة يعني يعني على الأقل تقدير على الأقل تقدير أن المنظمة الصحية توصي بجرعتين نعم بالسنة الأولى لكنه إذا جرعت وعدة يعني ممكن توقي بالإصابة الشديدة نعم أكو احتمال أنه واحد ملقحه ومو ممكن أنه يصاب ينصاب لكنه خفيف يصير الحسبة مميتة ممكن أن تقتل الطفل يعني نعم ونسبة الوفيات مالتها عالية ولذلك يجب أنه إحنا نوصي باللقاح يعني جدا وممكن الطفل يعدي إنسان بالغ كبير أكيد أكيد يعدي إذا خاصة الحوامل يعني إذا الحامل إذا نصارت بها الحسب وهي مم ملقحة ممتعرضة للفيروس يعني وهذا وأول مرة تتعرض وهو حامل يذيها كل شيء ممكن تقرير وفوق الثلاثين سنة هم ما تين يأذي ولذلك ترى هو ماك واحد يعني إحنا بالنسبة لأعمار اللي قبل الألفين وثلاثة أكيد يعني كان اللقاحات سستين يعني ثابتة وتوصل بشكل يعني سلس لكنه بعد الألفين وثلاثة شهدت اضطرابات طبعا بالمناسبة يعني أنتوا لا تستغربون يعني أنتوا تحكولي على مثلا على مستوى بغداد بغداد طبعا أكيد اللقاحات ما تبسكوا محافظات يعني محافظات ممكن أقضي أو نواحي بعيدة أصلا ولا يفكرون باللقاح وممكن عدم الوعي الصحي الثقافة الصحية عند بعض الأشخاص يعني عند بعض الأمهات والآباء تخلي أنه ما يكونوا مهتمين بأنه يروحون يلقحون أولادهم بالأوقات وبالجرعات المناسبة لهذا أكو دائما نحن نشوف حملات لوزارة الصحة للوصول لهذه المتساربين بس أنا أعكد على نقطة مهمة نحن بالنسبة لأنه من الدول الرائدة باللقاحات يسمونه Expanded Program of Humanization برنامج التحصيني الموسع الذي نفذ في 1985 في حينه في السعودية وصلت في كل المناطق بالسعودية بالألفين وعشرة وفي أمريكا لحد الآن ما أعدم هذا البرنامج نحن هذا البرنامج ينفذ عن طريق المراكز الصحية مراكز صحية مشمولة بقانون التدرج الطب ولذلك تشوفون منتشر في كل أنحاء العراق يعني حتى بتشبايش شأن أكون مركز صحي يعني بتشبايش في مناطق يعني فهنا سهلة الوصول توصلين إليها بس مجرد أنه إحنا نوعي المواطنين نوعي الوعل لأم خاصة أنه يا با ترى اللقاحات ترى هاي اللقاحات خاصة أنه الروتينية إحنا نسميها لأنه لقاحات روتينية اللي هي الأطفال وقاحات غير روتينية مثل الفلاونزا وكورونا والسحايا الدماغية والتايفويد والكوليرا هاي غير روتينية نطيها بكل الأعمار حسب الموقف الوبائي لكنه أنا أوصل لأمهات حقيقية لتزمون ولا يسمعون هذا الكلام اللغط يعني إحنا حقيقة دي أثر علينا مثل ما قتلتش الوباء الإلكتروني وشوفين أي واحد يطلع ويبث فتشي العالم تسمع وهذه فد مشكلة حقيقية يجب أنه يوضع لها حاج حقيقا الوباء الإلكتروني الدكتور يعني دايما نسمعها يمكن مهارات من بيبياتنا أو الناس الكبر أنه هما كانوا حياتهم عادية والحداثة يمكن هذا يأثر على بعض الناس أنه عشنا حياتنا وهذه اللقاحات هي اللي دا تخلي الجيل الجديد ضعيف مناعته احنا عشنا طول عمرنا ما أخذنا لقاحات وهياتنا مناعتنا قوية ونوصل لأعمار نعبر المية وهذا الجيل هاي الفكرة اللي دا تنقل عند البعض الشرور تجاوبها حتى مرات أنه يقتجيل من دلل زايد احنا نقول لك مبدأ مبدأ هو مبدأ استخباري يسموه نعم حس أمي المعلومة من مصدرها نعم المعلومة من مصدرها ولذلك يجب أنه المعلومة قوة مصدرها نعم ليس أي واحد يقولها إذا قالها طبيب وطبيب هو وليبريسايز مال تعالي وهذا لا أكيد سيكون الكلام غير الحقيقة أكو هاي دعايات على اللقاحات مثلا اللقاحة الحسبة المختلطة قالوا علي أنه يسوي التوحد وبعدين أثبت الدراسات أنه هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح نعم قلت لي تشكوا هاي الوباء الإلكتروني هذا وراء شركات وراء يعني منظم يعني موجع عشوائي نعم يستهدف لهذا الأمور لكنه ما وصل إلى حد أنه حقيقة اللقاحات رغم بأنه هي كوستي يعني بري تشيب يعني الخيصة بالنسبة للقاح الحسبة إلا كان منفرد يعني ما يتجاوز الكلفة مالتا دولار أنا أتمنى أنه جميع الأمهات يسمعون كلامنا ويلقحون أطفالهم يخلصون من هذا المشكلة الحقيقية طيب دكتور حضرتك ذكرت أنه إحنا لازم نأخذ الخبر من المصدر الرسمي وزارة الصحة أعلنت زيادة بنسبة وارتفاع عدد المصابين بفيروس الحسبة شنو رأيك بهذا البيانة اللي صدر هذا حقيقة نتيجة متوقعة يعني بالنسبة أكو الأمراض اللي أندر سرفيلنس الرصد الوباعي تدخل ضمنها أنه ضمن برنامج التحصين الموسع واللقاحة اللورتينية هذه ترصد ولذلك لما ترصد إحنا لازم نسيطر عليه لأنه ممكن نسوي لك وباع الارتفاع ما لا متوقع ما دام أنه نسبة التلقيحات والمتسربين آلي ممكن أنه ترتفع هذه الحالة إضافة إلى الانتقال من مكان إلى مكان مثلا في غزة نحن نتوقع أنه وباعي يصير مثلا تتوقعين الحسبة لما الانفراستركشور تتهدم أفركراودد يعني مزدحام كلش عالي تغذية رديئة تغذية غير جيدة غير صحية حتى المسكن يعني ممكن أنه يصير وباع للحسبة لذلك يجب أنه تنتبه علي المنظمات خاصة الدول العربية لأنهم وذول في حقيقة في ورطة حقيقية نعم دكتور خاصة الأطفال والنساء كلمتك أو نصيحتك الأخيرة لكل النساء أو العوائل اللي يتابعون أنا أقولي الالتزام بالجدول الترقيحي للطفل من يوم الولادة مالته إلى ما يوصل دخول سن المدرسة وأيضا الالتزام بكل التوجيهات اللي تقوم بها وزارة الصحة عن طريق المراكز الصحية عن طريق البرامج اللي هذا برنامج رعاية الأم الطفل وبرنامج التحصين الموسع أو الصحة المدرسية من أجل تحصين الأطفال ضد الأمراض الخطرة لأن هذه الأمراض ما لها علاج هذه الأمراض ما لها علاج غير أنه نتوقع من عدها باللقاح والتغذية الجيدة أنا أكد على التغذية الجيدة حقيقة وفيتامين أي بالذات ليس فقط بالحسبة فيتامين أي لعلاقة بالجهاز المناعي خاصة الالتهابات الجهاز التنفس بذلك تغذية تكون أيضا جيدة والالتزام بجدول اللقاحات الروتينية للأطفال نعم شكرا لك دكتور شكرا لك دكتور عبدالستار حمالياخ خصائي باطنية ونرت برنامج صباح الخري على الأقل